يعني الاحتمالين اللي تفضلت بها واردة يعني هو البرنامج النووي العسكري يرتبط بمعدلات أو ارتفاع معدلات تخصيب اليورانيوم ايران وصلت إلى تخصيب 60% لكمية ما زالت محدودة نسبيا والارقام اللي تفضلت بها حضرتك هي لـ 20% وليس لـ 60% لكن أيضا قابل للتغيير وإلى عادة التخصيب وإلى جرات أخرى ايران يجب أن تصل إلى أكثر من 92% في التخصيب حتى توصل إلى القنبلة النووية أيضا هناك مشكلات كيفية تسليح الرأس النووي الصاروخ النووي وغيرها من التفاصيل التكنولوجية لكن في كل الأحوال لن يسمح المجتمع الدولي ولا الطاقة النووية ولا الولايات المتحدة الأمريكية لوصول إيران لامتلاك سلاح نووي لسبب مثل ما أشرت في البداية أن طبيعة استراتيجية إيران هي استراتيجية توسعية كونية بينما القنبلة النووية الباكستانية لا تستهدف بناء دولة إسلامية عالمية أو دولة باكستانية عالمية الهند لا تستهدف بناء دولة هندية عالمية أو غيرها من التفاصيل ولا الصين تستهدف بناء دولة عالمية يعني القوى النووية اليوم بينها وبين المجتمع الدولي عبر طاقة النووية منظمة الطاقة النووية نوع من التوازن ونوع من الالتزام بالاتفاقيات الدولية مشكلة إيران لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية مشكلة إيران لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة مشكلة إيران لا تلتزم بالقانون الدولي مشكلة إيران تتدخل في الشؤون السيادية الدولية شوف ما تقوم به إيران في العراق شوف تهديداتها باتجاه الخليج شوف ما قامت به في لبنان شوف ما قامت به في سوريا في اليمن مشكلة إيران أنها تقدم صورة لدولة توسعية باكستان ودولة توسعية